اشتركوا في القناة إذا قول الله تعالى إن عذاب ربهم غير مأمون هذه الآية العظيمة لما تكلم الله سبحانه وتعالى وذكر عن حال المؤمنين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين وذكر جملة ما أوصل الله سبحانه وتعالى به ثم ذكر جزئية مهمة أنه المؤمن يجب أن لا يأمن من مكر الله ولذلك من كمال الإيمان أن المؤمن يعني يطير إلى ربه بجناحين جناح الخوف والرجاء ولذلك إن عذاب ربهم غير مأمون أي أنه دائما العبد كما قال ابن كثير يفكر على أنه كيف يتقي عذاب الله وربما تكون هذه فيها إشارة كما ذكر بعض أهل التفسير على أنه يعني العبد يعني يحاول أن لا يقصر في الطاعات وأن يجتنب النواهي لأن عذاب الله غير مأمون فربما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب كلمة يقولها العبد لا يلقي لها بالا تزحزحه من الجنة إلى النار أو في رواية تلقي فيه في النار في سبعين خريفا وفي رواية كثيرة على الكلمة التي لا يأبه بها أو الكلمة التي يقول وكما رأي في الحديث يضحك بها جلساءه فهذه كلها يجب أن ينتفي إلى العبد فإن عذاب الله سبحانه وتعالى غير مأمون ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرين والكاثرين والظالمين لأنهم يأمنون مكر الله سبحانه وتعالى لذلك يعني يجب على العبد أن لا يأمن مكر الله حتى ورد عن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال لو كانت رجل رجلي واحدة في الجنة والأخرى خارج الجنة ما أمنت مكر الله لذلك يعني هذه الآية فيها تخويف ووعيد وشديد وتحذير لا نقول وعيد إنما نقول تحذير للمؤمنين على أنه لا يركن المؤمن إلى عمله فقد قال عليه الصلاة والسلام لا أحد منكم ينجيه عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته لذلك قال الإمام الرازي في تفسيره قال وهذه الآية فيها إشارة على أنه العبد يجب أن يعني يستشعر على أنه مهما أدى من العبادات ومن الطاعات فإنه يعني فيه من التقصير وفيها من النقص وفيها من التقصير وفيها مما يعني يتقبله الله سبحانه من العبد رغم قصوره ورغم نقصانه لكن الله برحمته وفضله يجبر هذا النقص ربما بتطوع أو بصدقة أو بعمل صالح أو ببر فيجبر الله سبحانه وتعالى هذه الفرائض إذا نقصت كما ورد في الحديث أنه فيقول هل له من نوافل حتى تكمل النوافل الطاعات إن كان فيها نقص نعم قال إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العدون هذه الآية الثلاث ذكرت في سورة المعارج وذكرت من قبلها في سورة المؤمنون وهذه من الآيات العظيمة وأعيد ذكرها في هذه السورة لعظمها ولأهميتها ولخطرها في المجتمع قضية أنه حفظ الفروج وقضية الاعتداء على أعراض الناس هذه مسألة تهدم بها المجتمعات وحقيقة من المسائل التي يعني كما كان أهل التاريخ يقولون أن روما على قوتها وعلى جيوشها التي كانت تغزو العالم لكن روما سقطت بسقوط أخلاقها سقوط الأخلاق والثغرة الأخلاقية هي أكبر ثغرة يعني يتسلل منها العدو فإذا سقطت أخلاق قوم سقطوا بعين الله سبحانه وتعالى ثم جعل الله لهوان عليهم لذلك هذه الآيات يعني أعيدت وكررت في سورة المؤمنون وسورة المعارج لأهميتها ولعظمها أنها مسألة عظيمة ولذلك قال ابن عرب المالكي في أحكام القرآن قال وهذه العشر آيات في صفات في قول الله تعالى الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم في أموالهم حق معلوم وغير ذلك إلى منتهى العشر آيات قال هذه العشر آيات من الوصايا العظيمة جاءت للرجال والنساء إلا هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون فإنها خصة بها الرجال دون النساء وربما بعضنا سيقول إذن أين التأكيد على النساء في حفظ الفروج نقول نعم حفظ النساء جاءت في آيات الإحصان العامة لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن إحصان المرأة وحفظ نفسها في آيات عامة وآيات خاصة جاء الكلام والتركيز على المرأة وعلى حفظ نفسها من السوء أما هنا فالكلام عن الرجال بدلالة أنه ماذا قال إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانو فإذا الكلام مسوق في الرجال خاصة لذلك لاحظوا من اللطائف التي ذكرها أيضا أهل التاريخ قالوا لو استطلعنا في تماثيل ما كان يعبد الأوروبيون نجد أنه لا تجد تمثالا من الآلهة التي لهم إلا وهو مكشوف العورة ولا تجد تمثال من منحوتات العرب التي كانوا يعبدونها إلا وكان مستور العورة فلاحظوا هذا الفرق جدا جدا جميل وجدا فيه إشارة على أنه هذه مسألة التعري ومسألة الفحش ومسألة الانكشاف هذه مسألة منتشرة في المجتمع الغربي وما زالت آثارها إلى اليوم والمجتمع الشرقي ما زال فيه شيء من المحافظة بل حتى الذين كانوا يعبدون الأوثان ويعبدون الأصنام كانت من حتات تلك الأصنام مستورة العورة بالإشارة إلى هذه المسألة التي تعتبر تقريبا يعني تأصيلا شرقيا موجودا في نفوس أهل الشرق والعرب خاصة الذين كانوا ينظرون إلى المرأة أنها لا حرمة وينظرون للمرأة على أنها مخدرة من باب الخوف عليها وليس من باب الاستهانة بها كما يفعل الغرب يعني جعل المرأة متاعا ودعاية وإعلانا وأشياء كثيرة نعم قال والذين هم لفروجهم حافظون أي لفروج أنفسهم لفروج أنفسهم حافظون وخص هنا يعني ما يكون للرجل بأن يحفظه يحفظ ذكره ويحفظ نفسه عن أن يكون يعني يظهر هذا الأمر أو يمارس هذه المسألة مع غير ما أحلى الله له وهم الأزواج أو ملك اليمين من الجواري والسراري إذا كان هناك فهذه إشارة إلى أنه الله سبحانه وتعالى جعل من صفات الإيمان أنهم يكونوا لفروجهم حافظون أي إذن القرآن ساوى بين الرجل والمرأة في حفظ الفروج ليس هذا المرأة كما يقول البعض أن القرآن يشدد على المرأة لا بل شدد على الرجل أيضا وجعل العقوبة متساوية فلو يعني زنت المرأة أو زن الرجل وهو محصن فعليه ما الرجم يعني حتى لو كان رجل فالعقوبة الشرعية واحدة ولذلك جاءت التوصية في القرآن الكريم للرجال والنساء في هذه الجزئية المهمة ولذلك قضية حفظ الفروج وخاصة من نسبة للرجال الله سبحانه وتعالى ما منع شيء إلا وجعل له مخرجا يعني الله سبحانه وتعالى من حلمه ومن علمه ومن عظمته أنه ما حرم عليك أيها العبد أمرا إلا وجعلك مخرجا في الحلال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال من ضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة لأنه ماذا يكون من اللسان إلا الكلام السوء والغيبة والنميمة والفحش والبذاء أو أكل الحرام أو غير ذلك فهذا من اللسان والفروج ما كان فيها إلا الاعتداء على أعراض المسلمين وأعراض الناس بل حتى على أعراض الكاثرين فكلها أعراض لا يجوز للمسلم أن يتعدى إلا بحق الله وقد جعل الله الحق محصورا في الأزواج وفي ملك اليمين وجعل من ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون أي أنه التجاوز على هذا الأمر يعتبر اعتداء ويعتبر عداوة ويعتبر الإنسان عاد في ذلك وسنذكر تفصيل في هذه المسألة ولذلك يعني قال إلا على أزواجهم وهنا ذكر الفراء قال وهنا قال إلا على أزواجهم أي من أزواجهم لأنه أحرف الجر مرات تتبادل المواطن فهنا إلا من أزواجهم أو مملكة أيمانهم هذا قول وهناك قول أيضا ذكره القرطبي قال ولو قال قائل وذكره أيضا عفوا من قبله ابن جماعة وذكره كذلك الإسكافي في درة التنزيل قال إلا على أزواجهم ما قال إلا من أزواجهم قال إلا على أزواجهم قال هنا إما أن يكون على تقدير محذوف أي أنه الذين هم لفروجهم حافظون يحفظون فروجهم إلا على أزواجهم فإنهم لا يحفظونها لأنه قد شرع الله لهم هذا الأمر وإما أن يكون أنه على جاءت على معنى الاستعلاء لأن العرب تطلق هذا على معنى التولي لأنه الرجل هو وال على شأن المرأة كما يقولون أنه فلان تولى والي على البصرة واليا على البصرة أي تولى شأن البصرة وكذلك العرب يذكرون أنه فلان تحت فلان على اعتبار أنها زوجته ومنها سميت المرأة فراشا على هذا المعنى كما ذكر ذلك القرطبي قال المرأة سميت فراشا على هذا المعنى لأن العرب تستعمل على وتحت وفوق على معاني بالكنايات دقيقة معلومة عند العرب نعم قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ملك اليمين كما معروف الجواري والسراري ما كان يعني موجود في ذلك الوقت قال فإنهم غير ملومين فإنهم غير ملومين لو انكشفوا على هؤلاء لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل في ذلك مخرجا فما حرم الله شيء إلا وجعل له مخرجا لذلك الرجل إذا رأى في نفسه أنه يعني لا يكتفي بزوجة واحدة قد شرع له الإسلام أن يكون له زوجة وزوجتان واثنان وثلاث وأربع لأن هذا الأمر يسحبه أن يكون معتديا أو عاد على أراضي المسلمين ولذلك يعني مع الأسف اختلطت في مجتمعاتنا واختلطت الأفهام عندنا فأصبح أنه الثقافة في المجتمع أنه ربما يكون الزوج يذهب فيعتدي على أعراض المسلمين والمسلمات يعني أولى عند الزوجة من أن يكون أولى عند الزوجة الأولى أن يكون له زوجة ثانية لأنه هنا مخافة الله ويأتي قضية الإيمان وقضية ضبط النفس في هذه المسألة يكون أولى فمخافة الله أولى من الإنسان أنه يخاف أحد غير الله سبحانه وتعالى نعم قال إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين أي ليسوا بملومين واللوم هو إقاع العتاب على العبد أو على الفرد إذا قام بما يكره أو ما يذن بفعله وما يستحيي منه لذلك من فعل ذلك فإنه غير ملوم فيما يفعل في تقربه لزوجته أو لملك يمينه قال فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك لاحظوا كلمة ابتغى فيها معنى الطلب وليس فيها معنى حصول الشيء يعني ابتغى ولكن البغي لفظة البغي فيها معنى زائد عن معنى الممسي مثلا جلكم الله إذن فمن ابتغى وراء ذلك أي من طلب غير الزوجة وغير ملك اليمين فسمهم الله سبحانه وتعالى قال فأولئك هم العادون وابتغى وراء ذلك أي ذلك إشارة إلى ماذا إلى حفظ الفروج أي أنه من تتبع بفرجه عورات المسلمين وحتى غير المسلمين كما قلنا لأنه الزنا زنا سواء كان بمسلمة وبغير مسلمة بل مع المسلمة أقبح نعم قال فأولئك هم العادون أولئك هم العادون أي أنه المتجاوزون الحلال إلى الحرام أو المتجاوزون الحد الذي شرعه الله أو أنه مسرعون من عدى الشيء إذا أسرع أي كأنهم سارعوا واتبعوا شهواتهم واتبعوا ملذاتهم في غير ما أراد الله سبحانه وتعالى وهذه كلها ترجع كما ذكر بعض أهل التفسير قال كما ذكر ابن جماعة قال لما في كشف المعاني قال لما ذكر الله سبحانه وتعالى إن الإنسان خليقها لوعة إذا مسه الشر جزوعة وإذا مسه الخير منوعة أي أن الإنسان في فطرته في فطرته يميل إلى ما تستلذ له يستلذ به هواه ويبتعد عما يعني يكون فيه يعني حصر وتقييد وإكره لذلك فهو هلوع أي مسرع في هذا الأمر تلبية لنفسه فجعل الله سبحانه وتعالى ضابطا على هذا الأمر فجعل هناك الزواج وعدد الزواج وجعل ملك اليمين في مجال في السعة حتى يكون العبد دائما في مرضات الله سبحانه وتعالى وأن يكون العبد دائما في يعني لا يفعل شيء إلا ضمن الحدود التي حدع الله لذلك العلماء تكلموا وقالوا إذن هذه الآية فيها إشارات كثيرة منها يعني قضية الاستمناء الاستمناء قالوا محرم بهذه الآية محرم بهذه الآية قال لأن الله سبحانه وتعالى ما ذكره ضمن الأشياء التي أحلها وأجازها قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون وكما قال لوط عليه السلام لقومي بل أنتم قوم عادون فلما جعل اللواط عداوة وعنى اعتداء وتعدي على حدود الله وقال بل أنتم قوم عادون قالوا هنا أيضا العادون يدخل فيها اللواط ويدخل فيها كذلك الاستمناء وإن كان يعني الإمام أحمد على علمه وورعه كما يذكر ذلك الإمام القرطبي يقول كان يقول على أنه هو إخراج فضلة زائدة في البدن ولكن الجمهور كما ذكر ابن كثير قال واستدل الشافعي وهو رأي الجمهور على حرمة الاستمناء لأنه يعني قال هذا الأمر لا يفعله كريم يعني وهي تنقص في الدني فكيف بالكريم يعني الأمر هذا نقيصة في الرجل الدني فكيف إذا كان رجل كريم ويفعل هذا فهو نقيصة أكبر لا شك ولذلك قالوا أيضا هذا يعني محرم ولا يجوز وأورد الإمام ابن كثير حديثا قال عنه الإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب التلخيص يعني ضعيف لكن أنا سأورده فقط للشاهد كما ذكره ابن كثير قال سبعة لا ينظر الله إليهم ولا يجمعهم مع العالمين من ضمن هذا الأولاء السبعة ذكر أن ناكح يده بل جعل بعض العلماء هذا الاستمناء قال كالذي ينكح نفسه ولذلك هذا كله محرم ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما سئل عن يعني تكلم مع الشباب قال يا محشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغضوا البصر وأحفظوا الفرج ومن لم يستطع ما أعطهم علاج قال فعليه بالاستمناء حاش النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء فله وقاية في ذلك في قضية الصيام وضباط النفس في الابتعاد عما حرم الله سبحانه وتعالى قال كذلك ابن العرب المالكي قال وهذه الآية في مذكور القرطبي أيضا في أحكام القرآن في الجامعة لأحكام القرآن وكتاب أحكام القرآن لابن العرب المالكي قال وهذه الآية فيه إشارة إلى يعني على مذهب أهل السنة بحرمة زواج المتعة لأنه أيضا لم يجعله الله سبحانه وتعالى ضمن ما شرعه الله سبحانه وتعالى وزاوج المتعة كما ذكر الإمام القرطبي قال كان مباحا أول الأمر ثم حرمه النبي عليه السلام في غزوة خيبر ثم أحله في الفتح وقيل في غزوة أوطاس ثم حرمه النبي عليه السلام والأمر فيه كلام كثير ليس هذا مكانه لكن أنا فقط أشرت كما أشار أهل التفسير في هذا المقام قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى أي أنه تجاوز ذلك الحد بطلب من نفسه فأولئك هم العادون هم المتجاوزون من الحلال إلى الحرام ونحن قلنا ما من شيء شرعه الله سبحانه وتعالى وجعله الله سبحانه وتعالى في الأرض إلا وجعل فيه حلالا وحراما والحلال أكثر من الحرام ولذلك الأصل يعني الأصل في الأشياء الإباحة فهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا إلا مساءل دقيقة معينة بسيطة جدا لا تعدوا ولا تحصى أمام جلمة ما أباحه الله لكن هي النفس الخبيثة وهذا الشيطان الذي يترك كل ما أحلى الله ثم يذهب إلى ماذا؟ إلى ما حرم الله يعني لاحظوا كل هذه خيرات الدنيا تجد أن بعض الأقوام يتركون كل ما أحلى الله ويأكلون الحشرات ويأكلون الصراصير ويأكلون القرود ويأكلون أشياء يعني لم يشرع بها الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأطعمة بل تجاوز ذلك لكثرة ما يعني كان فيهم من الإفساد أنهم لا يدرون ماذا يفعلون وماذا يأكلون ولذلك لو نظر المصلم إلى ما أحلى الله له لو وجد في ذلك ساعة عظيمة ووجد في ذلك مخرجا عظيما أن يبتعد عن ما أحرم الله سبحانه وتعالى نعم قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوزون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الأمانة والعهد ربما يقول البعض أليست الأمانة أحدا أو أليس الأحد أمانة نقول نعم بينهما تقارب ولكن الأمانة أوسع من العهد الأمانة أوسع من العهد ولذلك قرئت والذين هم لأماناتهم وقرئت أيضا والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون فجعل هنا الأمانة قالوا الأمانة أوسع من العهد أوسع من العهد فكل عهد أمانة وليس كل أمانة عهد فأنت قد تمن غيرك على شيء ثم اختلف أهل التفسير ما المقصود بالأمانة هل المقصود بالأمانة ونضيق الموضوع هو مجموعة قضية مبلغ من ما ليوضع الشخص فنقول أن هذه أمانة ويجب الحفاظ عليها أم قضية الأمانة أوسع ما يكون فذهب البعض على أن الأمانة قال أعضاء جسدك أمانة عندك من الله سبحانه وتعالى ولذلك لا يصح للعبد أن يتصرف بشيء من أعضائه في حياته لأنه ليس هو مالك حقيقي لها ليس هو المالك الحقيقي لها ومنهم من قال الأمانة تشمل كل شيء من قول ومن فعل ومن عهد ومن كلمة ومن مال فكل شيء أمانة بل النظرة هي أمانة عندك لو دخلت أدخلك رجل إلى داره وأمنك على بيته فأنت في أمانة أمانة في النظر وأمانة في كل شيء حتى في الطعام يعني موضوع الأمانة من الجرم الكبير أن نحصره في قضية المال بل لفظة الأمانة صفة للمؤمنين ولا يتصف المؤمن بصفة إلا أن تكون شاملة للحياة أن يكون عاملا بكل شيء فيها في الحياة يكون لأماناتهم وعهدهم راعون والعهد هو المثاق أو على هذا المعنى ويعني أماناتهم ومعاهد عليه قالوا معاهد عليه الله سبحانه وتعالى أو معاهد عليه المؤمنون أو ما كان بين المؤمن وبين بل حتى غير المؤمن لذلك يجب أن يكون هناك وفاء بهذا العهد وجعل الله سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد والقيام بالأمان من صفات المؤمنين بل ذكرها ضمن الصفات العشرة التي ذكرت في هذه السورة في بيان أهل الإيمان وما يصح في متحهم والقول في مكانتهم قالوا وعهدهم راعون ولذلك لاحظوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى مع المشركين لم ينقض أحدا حاشاه عليه الصلاة والسلام بل لا ينقض أحدا حتى إذا كان المقابل هو الذي ينقض ذلك العهد ويخيس بعهده عند ذلك لا يبقى أحد فحتى النبي عليه الصلاة والسلام لما اتفق مع أهل مكة في صلح الحديبية على سنوات معينة لم يعني يحتك النبي عليه الصلاة والسلام ستر ذلك العهد حتى خان أهل مكة وفعلوا فعلتهم بحلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك هم الذين بدأوا بنقض الأهد وترك الأهد ولذلك لا أمان لهم ولا أحد لهم بعد أن خاسوا بعهد النبي عليه الصلاة والسلام لذلك من صفات المؤمن أن يكون يعني يبحث عن الوفاء بعهده والوفاء بالأمانة التي كلف بها ومنهم من قال الأمانة هو أيضا يعني توحيد الله سبحانه وتعالى فهذه أمانة أنه يلقى الله بها فلذلك عليه أن يكون محافظا على هذه الأمانة ومرددا لها ومخلصا في الأداء العمل بموجبها لذلك قالوا الذين لأماناتهم وعهدهم راعون والراعي كراعي الغنم كيف يحافظ راعي الغنم على غنمه ويكون حريصا عليها أن لا يريدها الموارد الصعبة وأن لا يريدها مواطن الهلكة كذلك الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون يرعونها رعاية من كانت له غنم كيف أنه لا يريدها إلا الموارد الطيب ولا يسقيها إلا الماء العذب ولا يجلسها إلا في الظل كذلك يكون يحافظ على عهده وعلى مكانته وعلى منزلته لأنه حقيقة هذه شعار المؤمن وكم من أقوام دخلوا الإسلام لأنهم رأوا من عهد المسلمين ومن أخلاق المسلمين ومن حالة المسلمين الأوائل ما كانوا يعني يرتفعون به على بقية الأمم ويظهرون به بحلة عظيمة على أنهم يعني قائمون بهذا الدين مثالا طيبا عظيما أن ينظر إليهم ويحتذا بهم ليس كما حال كثير من أهل الإسلام الآن مع الأسف أصبحوا صورة سيئة وأصبحوا انموذجا سيئا في عرض الإسلام وإن لله وإن إليه راجعون يعني نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الحلق القادمة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته